بسم الله والسلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم جميعا في قناتي وقناتكم ام مريم ان شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة علي ان شاء الله هشارك معكم وصفات عديدة ملحة وحلوة اه لتحضير مائدة مائدة للفطور لشخصين ان شاء الله كما تشفوا مع اننا في شهر شعبين اه يعني كم الزفل يسوموا راح ان شاء الله نقدم لكم افكار لمائدة الفطور ان شاء الله ان شاء الله سنالاعجابكم راح نديرو اه وصفات ع جاج والحن في ال اه وصفات ع شربة عميسال وحنحط لكم ان شاء الله الوصفة ع الخبز اللي راكم تشوفوا فيه في الصور اه درتوا في قناتي الاولى راح نحط لكم الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف يجيب زف الشيش يجيب زف بنين خبز خبز رمضان اللي ما يخلش المائدة الجزائرية منه ومدرتكم شربة عميسال ان شاء الله راح نديرتكم تحلية اه ان شاء الله راح ندير اعجابكم ونبدأوا بسم الله على بركتي الله في الفيديو التعليم هاو الحاجة حنقوم بها راح ندير اه سالة فغوي تاع الفارولة لان مع اننا في موسم فارولة اه شريت فارولة و راح ندير معكم شوية تاع سالة فغوي فقط بالفارولة شوفوا بالفارولة تعيب بعد اللي خسلتها قطعتها مرسوات صغار كما كم تشوفوا حطيتها في انتي بغواغ وضفت لها السكر اه ضفت سكر ناعم كما تقدروا اضيفه سكر حبيبات عادي درت اه تقريبا درت ميتين وخمسين قرام من الفارولة درت لها اه من درت لها ثلاث ملاعق ماشي مع مرين مليح تاع سكر ناعم ونحاول نخلط الفارولة سكر ناعم مع بعض نغطيها ونخليها على الجنب حتى ندفع الفارولة تعنا مع السكر وراح نديرنا هذا كسيرو وهي تطراء وتولي حلوة تولي ولا اروع انا بعد الفارولة تعنا طلقت النا الماتحة راح نديرها في هاد الكووس نحطو كمية من الفارولة هنا يكتر حنزينها بلاك خامف خاش شانسية هذيك الجاهزة لكن قيتها خلصت للقرعة ومالك ازيادها في الكووس لدينا الكووس بلاك خيم شانسية للاسف فانا جيت نزين لقيت ها خلاص تلي نديرها في هاد الكووس الآن نحنا نمرو باش نحضرو مع بعض وصفة الشرباء على طريق تلكها ذلك بداخل ما ارامل باك اوسف ما تشوفوا قطعت البصل والطماطيش طماطم حطيتها كمشتو حطيت الحباء كسمتها على ثنين ولوحتها فيما بعد ان شاء الله رح نرحي هاكي الطيب تلكم ديت البصل والطماطم وشوية تعد بشا بالنسبة للبهارات درت فلفل الحمال ودرت راس الحنو درت كومون درت لموتاغض أنا دايما في اللي سوب توعي شربة توعي ندير فيهم دايما لموتاغضن دير نص ملعقاء تعموتاغد ندرت شوية تعمون شوية تعمل حزيت ندرت القليل من الزنجبيل ندير من كل الشوية شوية ويجي ما شاء الله نضفت ايضا الطماطم مصبرة ونحاول نخلط كل شي مع بعض ونقليهم على النار نحطن فوق النار ونقليهم جيدا فوق النار وقت لا تتقلالي شربة ايهنا يحن مر باش ندير التسبيلات للدجاج رح ندير افخاذ الدجاج اللي جي هذي الوصفة بزيفة بنينا ويجي ما شاء الله كيمكن تشوفوا ديت افخاذ الدجاج حكمت خدمتهم بس يعني بشي شربوا لي شربوا لي ليزي بيس دات الفلفل الحمال ودرت شوية التعراس الحنو د يعني يديروا البهارات اللي بغيتو درت شوية تاع كاري كاري الجاج يحب بزيفة يجي مبنين بل بزيفة مع الكاري كيغي ودرت شوية تاع فلفل لكحل الملح ودرت شوية ايضان تاع كسبور غبرة ودرت شوية تاع ثوم مجفف تقدروا ذيروا ثوم في فصوص عادي ودرت شوية تاع زيت النباتية ونحاول ندخل مكونات كامل مع بعض إذا كانت عندكم شوية تاع دبشة هذي لها شوية تاع دبشة خلطوا كل شمعها بها حولوا تدخلوا ليزي بيس مليح في المرسوة تاع الجيش تاعكم خطيوهم وخليوهم على جنب حتى يعني الجيش تاعكم يشربوا مليح هذك ليزي بيس هنا يعني المرق تاعنا او الشربة تاعنا رهي تتقلى رهي تقلت لي جيدا خليها تتقلى جيدا ونبعدا راح نمرقوها بالمسخون وخليوها نسكروها ونخليوها طيبة على جنب كما شدوا اه 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 اديروا لها اديروا معاها مرسو تعجاج والله الحم انا قدرت شوية تاع الحم غنمي قطعتو مرسوية صغيرة وضفتو سيتما قبلت لكم شو عليها وقليت كلش ونبعدا مرقت بالماء الساخن البيض التاعي نجيب البلاتو تاع البيض مغلفين مغلفين هم بالبلاستيك تحلي جي في رائحة تاع الجاج اعزكم الله جي رائحة كاريهة نخسلهم مباشرة نحل البلاتو تاع البيض نخسلهم كما كتشوفو نخسلهم جيدا ونحطهم ينشفو بعدا نحطهم في البانية كما كتشوفو في البانية هذا نستعملهم مباشرة سوف نخسلهم نضاف ونهزم مباشرة ونستعمل هنا تقريبا للمرق تاعي كما كتشوفو راني جبت هذيك الطماطيش نحيلها القشرة ونحاول نمعسها بالمغرفة ولا بفرشيطة ونرجحها للسلسل لنرجحها للمرق تاعي هنا ان شاء الله كتشوفو رجعتها للمرق فنحن نضيف فغميسيل تحبوا تضيفه فغميسيل تحبوا تضيفه لبات هذا حجم صغر تحبوا تضيفه سلع سمور أي معجنة تبغيتها انا راح نضيفه فغميسيل ترتكمية من فغميسيل لحساب المرق اللي درتهم ونضعها وخليها تغلي كمشتولة فغميسالي اللي استعملتها ارقيقابل بزيف إذا كنت تغلينا غليه واللازوج وحتى دقيقة هاي ذا كنا نحيوها ما تشدش بزيف الطياب هنا هي الطابت تخليوها شوية اميها لابعدك تسكروا الكوكوتمينيت راح تزيد يشرب الماء وراح تخطير لكم شوية لهذا خليو فيها شوية عن الماء بس شجيكم سوا سوا هنا هي حشارك معاكم هذا الوصفة يعني كنت قدرتها من قبل وفضلت لي حطيتها في المائدة بغيت نشاركها معاكم كما بتشوفوا ديت الحم الحم غني والحم بقر كما بغيتوا قطعتوا الى شرائح كما راكم تشوفوا في الصور ودرتوا في البلاك الطبقة اولى بعد رشيتوا بالملح والفلفل الاسود ودرتوا الزبدة هاد الطبقة جيب زيف بنين درتوا شرائح من الزبدة يعني كتشون بعد حطيت طوائر من البصل والبطاطا ورشيتهم بنفس الشي بالملح والفلفل الاسود وضفت لهم شوية الزبدة غطيت البلاتي ودخلتوا للفرن درجة 200-255 درجة ودخلي والحطن يعني طيب هذيك الزبدة ورح تطري لكم الحم والخضر يجي ولا ارواع جي ما شاء الله هالطبق حبيت نشاركه معاكم وانا الدجاج يعني بعد اللي شرب لي حطيتوا في البلاك لدخل للفرن ودخلتوا رح طاب رح يعني جا ولا ارواع يجي ما شاء الله نتمنى انكم تجربوا هذا الوسطة على الجاج لسرحة استحق التجربة ويجي بنين بل بزاف وجي ذوف الفم هذاك الزيت اللي درناه مع زي بيس رح يطرينا بزاف الجاج تعنا ويجي ولا ارواع وانا كما تشوفوا اللي شربت بعد اللي غضيتها كما شدو رحي شربت وراهي خفيلة رحي ما شاء الله نقدمها فصحون ونضي لها شوية نعنع من يابس والله شوية تعد بشاك كما بغيتو كما شتلقوا ومتحها رح ما شاء الله هذي هي الوصفة المائدة تعناه حميس وخبز ووصفة الخبز ان شاء الله نحطها لكم فيه الرابط التحت ووصفة البوراك كنت درتها معاكم في فيديو سابق رح نديرها ان شاء الله وصفات اخرى والدجاج والبطاطا واللحم والشوية تاع شليطة واللاسوب والشربات تعناه هي كما بشتفوا في الصحون هذا هو الفيديو تعناه نهار اليوم ان شاء الله ينالاهجابكم سوف نقول لكم تلا فرواحكم ترككم في حفظ الرحمن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم